أنت شايف بقى كخالة فضة أني أحلى العمل اللي يبقى فيه في البوستر بتاعه بيتصدره نجم واحد بس أو نجمة واحدة بس ولا الصور الجماعية لأ هيبص كل حاجة وليها أحلوتها مفيش حد بيحدد عرفة اللي هي هو لو كل واحد بتصور صورة جماعية تطلع حلوة هتلاقي كل واحد برضو من نفس اللي جوا الصورة الجماعية هتلاقيه لوحده برضو حلوة هي دايما بتبقى الصورة كونسبت تبقى شكل واحد وهو ده كل الصور بتحطى لنفس الشكل طيب أنا بقى تي سؤال نستة يسأله لك مهمة جدا بتقول إن أصعب صورة بتحصل لما اللي قدامك بيبقى متضايق جاي متضايق من حاجة دماغه مشغولة في حاجة طيب ماذا لو العكس لو خالت فضة نفسه عنده مشكلة ما شخصية وأكيد كلنا بيبقى عندنا مشاكل شخصية وجاي لك فنانة مهمة جدا أو فنان مهمة جدا مش هينفع تأجل ونازم تصور النهاردة نهو هي عارفة لو أنت لو أي حد عنده مشكلة وقعت في وسط ناس ويتكلم في أي حاجة هتشغل باله فأنا لو عندي حاجة مسئولية العمل اللي أنا بعمله لوحدها بتخليني أنسى ممكن آه كل شوية بني آدم طبيعي كل شوية ممكن يجي على بالي حاجة من المدايقاني بس في 90% من الوقت اللي لازم أكون مركز في اللي أنا بعمله لأن في فكرة وفي إضاءة وفي عدسة وفي لبس وفي ميكب وفي حاجات كتير لازم تبان فتلقائي مخي بيروح في الشغل لا وإنت بتركز كمان مع الشعر ومع الميكب وبتدي يعني كومنتات لا الشعر محتاج يتزبط لا الميكب محتاج يتزبط ما بتسيبش الموضوع كده بس أنا بتكلم بناءً على اللي شايفاء إضاءة الكاميرا إضاءة الستوديو والكاميرا ده اللي بيبين ممكن حاجات بعنينة ما بنشوفهاش بس في الإضاءة اللي أنت شايفه في الكادر بتاعك بالزبط بالزبط كده زاوية الفنان ممكن يبقى الشعر عالي من هنا فشكله زيادة فلا ممكن نوطي من هنا ونعلي من هنا عشان زاوية توشك هي لها شوية مقاييس بحسبها بعيني يعني بحسها بعنايا مين الشخص اللي يرفض خالد فضة تصويره؟ اللي ما بيحبنيش طب و هيكون ما بيحبكش ليه؟ في خلاف ديني وبينه بيحب مصور بيرتاح لمصور تاني هذه راحة نفسية طبعاً في أصدقاء كتير يعني فنانين صحابي صحابي وقريبين جداً من بعض وما بنصورهمش ويتصوروا مع مصورين مصورتها طبعاً أصدقاء على المصور الشخصي معين؟ طبعاً كتير بس يقولك لا أنت مش تصورنا؟ لا ما بيقولوش عشانو بيتكلمش في الموضوع دخل أنا دايماً بعرض كل ما شوفك يا كاميرا يلا نعمل الحاجة يلا أخرى يا بختهم اقترض عليهم يا بختهم هم راحتهم مع المصور اللي معهم ممكن مش عايز يزعلوا ممكن بيرتاح ليه هو أكتر مني بتعامل إحنا صحابه هم بيتعاملوا شغل فليه كل واحد وليه ظروفه طب ليه ما بيحصلش التنوع؟ يعني ما أنا ممكن خالد فضة يصورني وحد تاني يصور ده الحاجة معينة وده الحاجة تاريخ بتبقى بصي دي بالذات بتبقى راحة من المصور ممكن من الفنان نفسه بيبقى مرتاح هو هو وقف قدام كاميرا ده مش مرتاح مع ده بس مش معنى كده ان ده وحش وده كويس معنى دي راح أنا أحلى وأني بترتاح فيه أكتر وانت بتصور جوه الستوديو بتاعك الستوديو الشهير بتاع خالد فضة ولا لما بتنزل في لوكيشن أنا بحب اللوكيشن زكتر بحس كده صح؟ اه 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 انت في الجولة أصلا أبدعت اعملت شوية صور حتى في أي حتة فيها صفر بصراحة بحب الأوت دورز بحب أماكن معمول ديكور فيها آآ أوتلات آآ حاجات معمولة اما بحب الستوديو لو هعمل لو فيه سيتاب وفيه ديكور محطوط ده بحب استمتع بي لانه بيديني شكل مختلف في الستوديو لو بصور صورة بيعتمد على الإضاءة هي اللي بتخليني أغير شكل الصورة طيب أنا دلوقتي عايزة منك بقى بعض النصايح تديني تريكات كده الأسرار السر الدهبي أو الأسرار الدهبية الخفية اللي خالد فضة هيقولها لنا النهاردة إزاي الصورة تطلع حلوة انت عارف في زمان أحمد زكي قال لك اضحك عشان الصورة تطلع حلوة هو وحيد حامد إمتى الصورة بتطلع حلوة إمتى تقول لنا نعمل إيه يا خالد علشان الصور بتاعتنا تبقى حلو لو إيه هتروح تتصور أنا جاي تصور عندك حوجهك لو أنت بتصور عندي هوجهك لا ما أنت أقولي وجهني دلوقتي لا أنا هوجه الجمهور ولا هوجهك لا كلنا بواجه عام طب أنا هقول حاجة ده اجتهاد ذاتي مني يعني وصلتوله أنا بصور من 97 كل بني آدم إحنا ربنا خلقنا وشينا نصين فيش واحد زي التاني كل واحد عنده زاوية حلوة في ناس عرفها وفي ناس عايشها بتتصور من الزاوية الغلط اللي هي مش بتاعتهم بس يتعودوا عليها بس أنا بقول إن أي بني آدم بيكتب بإيده اليمين شماله أحلى اللي بيكتب بإيده الشمال يمينه أحلى لا لا تاني أنا دلوقتي بكتب بإيده اليمين فاليمين بتاعي أحلى لو أنا شو لو بتكتب بإيدك اليمين شمالك أحلى عكسه ولو حد أشوال بيكتب بإيده الشمال هتلاقي مينه أحلى مينه أحلى مش عايزي بايندي فوق فبيطلع الشر رفاش إحساس عشان تركيزه اللي بيداري حاجة لازم لازم أسيب نفسي طبعا وابقى وثقة مثل نفسي حتى لو عندي لا هي من هاش دعوة بثقة برضو هي لها دعوة إن أنت أرتاح أه وتغيري طب لو بتصور بالموبايل أعمل إيه سيلفي ولا سيلفي الناس كلها بتعمل سيلفي سيلفي بيعمل العكس يبطلعك الشمال يميني واليميني الشمال أنا أصلا بحبش نفسي تصور سيلفي وأنا كمان حتى لو باجي أتصور لو هتصور سيلفي بتصورها بالكاميرا اللي قدام من غير ما أشوف مش أشوف نفسي طب لو يعني أنا دلوقتي وقفة بتصور مع ناس كتير الصحة عامل إيه زاوية جسمك ونتي وقفة لازم جسمك مرتاح وإيدك اللي بتلخم كل الناس فيها مش عارفين يود قدوم فين دي تبقى مرتاح تبقى مرتاح هتعملي إيدك كده هتعملي إيدك كده ساعة تكوت وبيني تلت تربعة للزاوية التانية بس يقفين ميل شوية مش فاص قوي طب الحمد لله أنا بعمل كده طب السؤالي الأخير الفوتوشوب وما قد راك ما الفوتوشوب بقينا نشوف يعني في بعض الصور لبعض الناس يعني يعني شكل الفنانة مش هو ده اللي احنا عارفينه خالص يعني حاجة تانية بصي فيه حاجتين ولا وزنها ولا شكلها لا هو الوزن والجسم والحاجات دي لازم يعني ليها إيدت وحاجات ما إيدت بطريقة معينة لكن ما ينفعش واحدة مثلا مش عارفة قد إيه تبقى يعني كده أو واحدة كده تبقى فيها كلها يعني حاجات تانية ده من الأب بتاعت التليفون ولا فوتوشوب الفوتوشوب البروفيشنل بتاعه ما ينفعش ما ينفعش هنغير الشكل قوي يعني لو في حاجات معينة مثلا بيبقى اللبس ديق شوية من هنا فبينزبط الحتة اللي بيبقاش بوزز من حاجات كده الحاجات دي بتتضبط دي حاجات معقولة ودي حاجات بس فيه أحيانا ممكن ناس تطلب فوتوشوب جامد في الوش بتنفذو حتى لو خدوا الصورة من غير فوتوشوب جامد بتلاقيه وهم عملوه بعد كده على التليفون وينزلوا ويقولوا المصور هو اللي عمل لنا ده وله اتهموا إيه اللي انتو عاملينه ده يقولك ده المصور مش احنا وانعرفشو أوكي